بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب شنكانز المستر دكاي نتشي نذاكر مع بعض القطعة الاولى صفحة 14 طبعاً ده طايهي معناها مقارنة بين وضعين وهنا القطعة حتة التركات اللي فيها قطس تي و ايما قطس تي يعني الماضي و ايما يعني الحاضر مقارنة بين وضعين في الماضي و في الحاضر و في اختلافات الكلمات الرويجو اللي هي مشابهة كيساي كيساي سرو شيهاي شيهاي سرو تقريباً نفس المعنية تمام تحكم سيطرة تحكم سيطرة كوجينشوجي و كلمة شطاي ساي الاستقلالية الفاردية او جيبونو شطاي ساي تساوي كوجينشوجي هذا بالنسبة للكلمتين والكلمتين هناك كمان هودو ناي هنا جنداي هودو جيبونو شطاي ساي كاتشكان او كزوكي اجيرو نوني و نسكاشي جداي و ناي لازم تكون عارف تقابل هودو فين الناي او لما يكون في نافي ترجع كده بالجملة ربما ما يكونش نافي ربما يكون اثبات هنا اثبات الكلمات و معانيها كلمة مثلا وصاس شطاي او كساي شطاي اللي بيتحكم فينا مش احنا نتحكم بها و قولنا و تمام يعني الفعل اللي عود عليه كوكا شسو اللي هي ايدولوجية الدولة تمام كافوتشو سيدو اللي هو النظام اللي من الاب او الاخ الكبير في البيت يكون هو المتحكم ولها معنى تانى اللي هي الباباوية نقرأ كاتسو تايو تشتاتشيو كسيشتان وا كوكا شسو توكا ايينو كافوتشو سيدو تويو يونا هكري تو ميني ميرو كين ريوكو توكا كساي يامورارو دياتا جاو تمام؟ في الماضي اللي بيتحكم فينا او اللي بيحجمنا يقلل حريتنا نظام الدولة او نظام البيت والاخلاقيات سلطة والاخلاقيات وما الى ذلك الماضي الآن شهاي شتيرو يبقى شهاي شتيرو تساوي كساي شتيرو او سرو نوا هنا مني ميرو يرى بالعين وفعل ميرو لا يوجد تصريف لفعل ميرو هو فعل بذاته ميرو وميرو فعل مجموعة ثانية لا يرى في الحالة خجين شجي الاستقرال الفردية بمي يعني الاسم الرنان خلف هذه الاسماء شعرات رنان ميزارو تي اياد خفية ميزارو تي جا اوكينا تيو هيرو جتيرو نو دي ارض ايد بتنتشر او بتتسع خلف هذه الشعرات الرنان جا دمبا ننوري المعلومات عن طريق الموجات دمبا يعني موجات الراديو او موجات التلفزيون قاتسجيني اراوريرو نوري يعني تركب الموجة يعني ركبة معنا اممم قاتسجيني اراوريرو اراوريرو اراوريماس معناها المجلات والصحف والصحف يعني الكلمات المكتوبة قاتسجيني يعني احرف مطموعة سورينيوت واتشتاتشوا وغوكا ساريتيرو بتحرقنا واتشتاتشوا نحن نتحرق يعني وغوكا ساريتيرو وغوكا ساريتيرو وغوكا سورينيوت وغوكا سورينيوت وغوكا ساريتيرو وغوكا ساريتيرو وغوكا سورة حتى الى اى مدى جيبون دا تشكاميرا ريناي هودو ديرو تمام؟ مش قادرين حتى نتحقق الى اى مدى بنتحرك دا تسرطو معناها باختصار او بناء على ذلك او افسو جينداي هودو جيبونو هودو اين ناي الجملة تكون ايجابية جينداي هودو جيبونو شتاي ساي كاتشيكان او كيزوكي اجيرو نوني وذكاشي جيداي واناي نودر معناها ان دا وذكاشي جيداي ناي هودو يعني معناها ليس اصعب من هذا العصر في انك تبني كيزوكي اجيرو الرؤية بتاعتك الكاتشيكان تقهيم بتاعك شخصية تمام؟ كونو بونشورو نايو تشتاي موتومو تكسيتسو نامونو ودوريكا ايه المناسب؟ كنايو مضمون البونشور قبل ما نقرأ دول هنحلل زي ما الكتاب محلل كتاب ده طبعا جميل جدا وكتاب عقري في القطعة بالنسبة لي رقم واحد يعني يحلل واحدة او اتنين وبعدين نجيب لك تمارين وهكذا يعني ده متحلل هنا كيوارد تحكم سيطرة كنترول كينريوكو سلطة شهاي تحكم سيطرة جوهو انباء بيانات معلومات شطاي سي استقلالية كاتشيكان تقييم تيموا تقييمك للأشياء تيموا واتشتاتشي او شهاي سرو منو الحاجات التي تحكم فينا واتشتاتشي او يعني التحكم هنا تيموا 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 يعني يعمل مقارنة تيموا قطسة ممكن تساوي كلمة مقاشة ولكن احنا لابد نعرف اللي هي الرويجو تمام كده والرويجو بتاعت ايما ايما جنداي جنزاي تمام واتشتاتشي او كيساي اشتانوا هكيري تو ميني ميرو حاجات كانت ترى بوضوح بالعين المقبل النينة يمكن رؤيتها بوضوح ترى بوضوح كين ريوكو توكا كيساي يا مورر تيتا المورر الاخلاقيات لا تعمل كذا في البيت ياكو سيتسو اللي هي كلمة الحرف الجاداج ياكو سيتسو يعني بكلام في الاتجاه المعاكس ايما واتشتاتشي او شهاي شتيرو نوا هكيري ميني ميرو مونو ديواناي بش غير مرئي تمام كده جوهو تويو ميزارو تيل اياد الخفية اه غا او كينا تيو هيروكو تيرو جنداي هودو جيبونو شوساي قاتشقان او كيزواجيرو كيزوكا جيرو نوني موسكاشي جيداي واناي مفيش اصعب من العصر التاعنا ده في المسألة ده كمان كده في بناء الرأي وبناء الشخصي يعني صعب مفيش اصعب منه تمام؟ يعني الملخص موكاشي يوري الماضي تمام كده شوطاي ساي توكاتشقان او كيزوكا جيرو نوغا موسكاشي جيداي ديار بالعصر ده صعب في تكوين الشخصية اكتر من الماضي اما واه الاختيارات اما واه موكاشي ني قرابي تي كيساي نو سكوناي رالط اكتر من الماضي تمام؟ اما واه كين ريوكيا مورا ني قوات تي بدلا من اللو دول في الماضي أصلا جوهو مزبوط كده ني شهاي سارت ساريرو يوهو ني ناري الجزء ده مزبوط قايت تي شوطاي ساي يا دوكو جي نو قاتشي كان او موشي ني كوناتا ده كده مزبوط يعني جملة دي جملة صحيحة لو احنا متأكدين ما بنكملش لو احنا مش متأكدين ممكن نكمل نحدد مزبوط مجملة الصحيحة طبعا هنا ساي قاي يعني الاجابة الصحيحة وهنا قاتشتين بقاشي والطايهي بتاعتها اه شكرا والسلام عليكم اكتنا يا نهاية lon اشرا نهاية اشتركamiento